قراءة وافية عن واقع السياحة المصرية وتوقعات العالمية كمان زي ما تابعنا من هذا التقرير معنا على التليفون أستاذ محمد فاروق الخبير السياحي أستاذ محمد صباح الخير عليك صباح الخير يا فاروق يا أهلا بحضرتك طبعا أن موقع عالمي مهم زي ده يكتب تقرير عن السياحة في مصر وعن أن مصر من المقاصد السياحية الأمنة وبالنسبة طبعا تكلفة للسياحة في مصر أرخص من دول كتيرة دي حاجة كويسة لأن الموقع زي ما تابعنا وعرفنا بيزوروا من 2 ل 3 مليون زائر شهريا أهمية هذا التقرير إيه يا فن؟ أولا خير قولي أن احنا خضعينا هذه التقرير يعطينا فنة تعريبا جميع المجلات والملصات العدلية تتكلم عن مصر وبتقدم تقارير إيجابية وبينضمناها كمان ردوات دولية ذاتين ينوي إلى آخرة فهذا التقرير ده بعد بيضاف إلى باقي التقارير الدورية اللي بتقارع مصر بمعدل شهري وده بيؤكد وبيساعد جدا في الترويج للمنتج السياحة المصري وبيؤكد على مصداقية هذه التقارير اللي بتنظر عن مجلات دولية وقنوات دولية وجذلك وقنوات مواقع علامية طبعا كل هذا الكلام الأول تتيجة المواقع العقلية نحن فيه أن مصر الحمد لله تنفيها التعديد والتطورات الليجستية ومياه التحتية بالإضافة طبعا لعصر الأمام التقارير الجبيرة نحن ذا كانت تحطرير كل ده أدى بجاك مباشر إلى زيادة هذه الأعداد بمتوقع إن شاء الله بالتاني أو أكثر من خوشة مليون إن شاء الله بالإضافة طبعا الحاجة كثير مهيفة جدا أن المقرص السياح المصري يعتبر أشعاره مناسبة جدا بنسبة حوالي 30% مقرارة من المقرصة الأخرى اللي بالشارك الأوسط مش قروطها السارك الأوسط كمان أكيد طيب إحنا يعني لا يخفى على أحد إن الأرقام عمالة تزيد ماشاء الله ربنا يزيد ويبارك وصلنا إلى 7 مليون سائح تقريبا في عام 2023 عايزين نحل الرقم ده ونقول إزاي الرقم ده وصل لمصر طيب نحلل الأرقام الأرقام نحن بنحللها ده باقا قطاع سياحة بنحللها ده جنسيات الجنسيات طبعا الأكتر جنسيات وصلت لفترة فاتت دي هذه الجنسيات الألمانية وطبع بطيقة رغم ده وشارك بطيقة رغم ده ومصر علم والبحر الأحمر كان ده مستميز الأول من هذه الجنسيات من لطفة طبعا إلى استحاف ثقافية في منطقة لوصل وأصوان ودي كان بيغلب عليها الجنسيات الأسبانية فطبعا وطبعا بس الخير قولي أننا في أسواق لسا ونجايتش تاريب قويتها لأسواق الروسية يعني السور الروسي كان قبل البنديم كان هو السور راست الوصف وقبل حالة الحاسد الطائرة المشهومة طبعا نحن الحمد لله نحضر الأرقام اللي ملاحظت بدون وجود سور رئيشي زي السور الروسي اللي كان بتين حارج هاتف مجوم صحيح سنويا اللي ان شاء الله وده حارب أوكراني هاي تاريب قويته مرة تانية هو وصول أوكراني دايب تبعا ده نحن الحمد لله التنريج الساعة اللي قد في الجولة منتشر فيه أسواق أخرى وأنتك بدايل إذن لنجيب أرقام أعلى من الأرقام الرسول الأستيال قبل البنديمج طيب عظيم للرقم اللي حضرتك ذكرته وبالشرح والتحليل كده على الجنسيات اللي كانت موجودة ده مهم جدا عشان نعرف الأماكن اللي احنا محتاجين نروج لها أكتر عن المقصص السياحية المصرية وتهتم بهذا الأمر طبعا وزارة السياحة والأثار والمعنيين بهذا الأمر أن هم يروحوا لهذه البلدان ويروجوا أكتر للسياحة في هذه البلدان من المتوقع نحن نوصل لـ 15 مليون وأعتقد أن ده رقم معقول في ظل اللي بيحصل في العالم كله في ظل الفترات الصعبة اللي مررنا بيها قبل كده في العالم ومش في مصر بس بس أعتقد أن الرقم ده معقول عشان نوصل لهذا الرقم يا فندم إزاي نقدر نساعد في الوصول لهذا الرقم من خلال الترويج لمقصدنا السياحية الأسعار طبعا الترويج شيء أساس بحضر الحمد لله دولة الشكاعة دي فالكتا بالتعاون مع خاص اللوطة المهيمة جدا اللي هو الفاليو اللي هو النعامين ياخد قيمة الخدمة المعادلة جميعا اللي بيدفعه وده اللوطة أحدا بنعاكم فيها موظف شكل كثير جدا على مستوى من زوجة الخدمة سواء الفنادي أو خدمات أرضية إن إحنا الفاليو هماني إن العامين بياخد قيمة بتحادل تماما مثلا من النخوط أو من أغوال ده جهة الحمد اللي هو مقصد موظفة خريصة جدا لإحنا نقدمها ده طبعا نوت التسجيل سبعنا قد رعبني جدا نوت التسجيل مهمة جدا لإن إحنا لازمنا كعريبة المناسب جدا والخدمة اللي بيناسبها معادلة تماما لها التسجيل فكرة وجود بلوجرز وفكرة وجود انفلوانسرز من العالم كله يبتدوا يهتموا إنهم يجوا مصر ويبتدوا يعملوا فيديوز ويبتدوا يرواجوا عن مصر ويسجلوا مع المصريين ويرقصوا في أماكن مختلفة وينشروا المزيكة بتاعتنا أعتقد ده برضو ممكن يكون حيفرق قوي على المدى البعيد طبعا هو بيفرق على الأيال وي وزد الأيال الشباب يعني طبعا المهرب ده الترويق محيم فيه ترويق بيتم على مستوى السينيورز اللي هما الناس اللي هما الأيال الكبيرة يعني السن كبير وفيه اللي جاي وي وزد اللي هما العشرينات أو من ستاشر لقائد سبعة وعشرين السيد ده بالزاد بيتعامل مع السوشال ميديا ففيك دائم سوشال ميديا بيكون حلام في أولاد السياحة وطرشيط السياحة بيتعامل مع مع تلك المرحلة السينية بلدقة طبعا لإستدعاء البلوغرز البلوغرز هما بنسألهم حاجة مهمة كتا على تكتب وعلى بقية البلاصات التواصل اجتباعي للشباب بيتعامل معا ده بيأجدلي على جيل المستقبل للعنصر الاستمرارية للبصد السياحي المصري يفضل فيه استمرارية بنزل أجالي جديدة تتبع الشمير من زيارة مصري إن شاء الله ونازل أعطيه الحقم مصر وزيارة طبعا السياحي مصريف في العالم وده بالفعل احنا ابتدناه مع مؤتمرات الشباب اللي قدمناها الفترة اللي فاتت موجود شباب مختلفة من أماكن مختلفة في العالم جموا وشافوا وحضروا اعتقد ده تطبيقا للكلام اللي حالك بتقول مضبوط يا فردي محنا لازم نتعمل عشان يعني لازم يكون فيه نوع من أنواع الاستدامة فعشان بتعمل في الاتدامة ناجم بتعمل مع الأيال الجديدة وخليلها لحض برضو أربع شهرة تحتلوطة مهمة جدا الأيال الجديدة جيه كان أول حاجة عملت ده عملية كذبة عملية نقل المميوات في الحضرات الجديدة آآ قياب الكوفيد لما كانت مصر هي الدولة الرحيدة في العالم بده عمل حدف عالمي لنقل المميوات وتم هذا كلام على كمي عن تواصل اتباع سوشيال نيتي أو الإعلام كان بده حصل في عملية عملية من الشباب الأجنبي وعلى الشباب المصري كل ده هل يكوني تأثير طبعا يا أستاذ محمد بكل تأكيد على حركة السياحة كل هذه التقارير الدولية نشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد فاروق الخبير السياحي شكرا جزيلا لحضرتك